مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة العميد إبراهيم سيف النجران تسجيل 159 مخالفة تتعلق بإلزام الجميع باستخدام كمامة الوجه في الأماكن العامة وذلك منذ بداية يونيو الجاري ونوه النجران في هذا الإطار إلى أن المجموعة الكلية للمخالفات المسجلة منذ البدء بتطبيق القرار بإلزامية ارتداء كمامة الوجه بلغ 450 مخالفة وشدد مدير عام شرطة العاصمة على أن الدوريات الأمنية منتشرة في المحافظة لسيما في الأحياء السكنية ذات الكثافة السكانية والشوارع الحيوية والمجمعات التجارية ومراكز التسوق بما في ذلك السوق المركزية بالمنامة الذي ضبطت فيها عدد من المخالفين واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم ترجمة نانسي قنقر